تحويل الصناعات وخلقها وتنويع مصادر دخل غير النفط واعتماد دبلوماسية ممنهجة في إدارة قطاع النفط هي أحدى الركائز التي تتكأ عليها رؤية الشقيقة الكبرى الاقتصادية 2030 القائمة على مبدأ تعزيز الاقتصاد لتكون على الدوام تلك القوة الاستثمارية الرائدة في المنطقة على جدارة وسحقاق إن نماء الدول وتقدمها أينما كان موقعها لا يعتمد على وفرة الثروات والمصادر الطبيعية لديها ولا حتى بما تمتاز به بيئتها وما تكنزه أرضها من خيرات وموارد قد لا يقدر العائد المادي الآتي من ورائها ولكن تطور المدن يأتي من خلال توظيف تلك الثروات واستغلالها وحسن التعامل معها دون الاعتماد الكلي عليها من أجل إحداث زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي لوفرة المدخول من النقد ورفع سقف التوقعات على قطاع دون آخر تحويل الصناعات وخلقها واعتماد دبلوماسية ممنهجة في إدارة قطاع النفط أو فيما يعرف بالذهب الأسود هي أحدى الركائز التي تتكئ عليها رؤية الشقيقة الكبرى الاقتصادية القائمة على مبدأ تعزيز الاقتصاد لتصبح تلك القوة الاستثمارية الرائدة التي يشار إليها في المنطقة عن جدارة واستحقاق تسعون عاما عايشت فيها المملكة العربية السعودية الشقيقة العديد من المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي استطاعت أن تديرها وتفلح بالتعامل معها بحنكة واشتهاد عبر معرفتها وإدراكها لاتجاهات بوصلة المال وقطاع الأعمال وإجرائها للعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي خففت من اعتمادها تدريجيا على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي وحافظت على قوة العملة المحلية وتطورات أنشطة التمويل والسوق المالية واضعة باقة من الاستراتيجيات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل غير النفطي لتتمثل أبرز تلك الإصلاحات في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية إضافة إلى تصميم نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية عبر إنشاء صندوق للاستثمارات العامة كما سعت الحكومة السعودية إلى تسجيع النمو في القطاع الخاص وسن قوانين مرنة تحفز على الاستثمار والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في القطاعات البناء وتجارة التجزئة والجملة والتشييد والنقل والتخزين والتصنيع وتوليد الطاقة والاتصالات والمعلومات والشركات العقارية والغذائية إلى جانب الرعاية الصحية والتأمين والخدمات الفندقية والإدارة والدعم والعمل على تهيئة البنية التحتية المناسبة لقيامها لضمان إحلال زيادة ملموسة على حجم الفرص الوظيفية للعدد المتزايد من السكان بعدما تم إخضاع القوى العاملة لبرامج تدريبية مكثفة وإدماجها في برامج تعليمية تفي بمتطلبات سوق العمل ليؤدي ذلك إلى رفع معدل نمو الاقتصادي فيها واستقرار معدلات التضخم والديون ولم يتوقف العمل عند ذلك الحد بل عمدت المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية الذي ضم ثلاثة محاور رئيسية كمحور الآداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال ومحور البنية التحتية لتحتل الرياض المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا قدرة تنافسية لاقتصاد عربي خليجي دائما ما يحقق تقدما وتحسنا في سلم الترتيب الدولي وما ذلك إلا نتاجا لجهد الجهات الحكومية السعودية الحريصة على رفع وطيرة العمل وتنفيذ البرامج الإصلاحية وما ينعكس ذلك إيجابا على الوضع التجاري بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية عشرين ثلاثين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات